اشتركوا في القناة كل الناس بيشوفها وهي رؤية الصلاة على السجادة هذه الرؤية يعني قبل ان اذكر الاشخاص وكل شخص على حدة في هذه الرؤية صلاة يعني عبادة وسجادة شيء متعلق بالعبادة لأول وهلة المعنى جيد انا ذكرتها مرارا وتكرارا وانا لم اسمع بعض المفسرين يذكروا هذا وليس تمييزا لي ولكن هذا الامر اريد ان يصل الى كل الناس ولذلك انا دائما اكرر ان الله تبارك وتعالى حينما يحب العبد يريه في المنام انه يقوم بعبادة انه يقرأ القرآن كلامه سبحانه وتعالى حتى متعلقات العبادة اللي هي السجادة المسبحة اي شيء من العبادات اي شيء متعلق بالعبادات اي شيء فيه مثلا بيوت العبادات رؤى محمودة ان شاء الله تبارك وتعالى فالصلاة على السجادة للمرأة المتزوجة بشارة بصلاح الحال بل بشارة بالحمل وهذا هو الاقرب الى الصواب ان شاء الله تبارك وتعالى السجادة الخضراء بالنسبة للمرأة المتزوجة هذا الرؤية تدل على كثرة الاموال رزق وفير قادم اليها ان شاء الله تبارك وتعالى المشي على السجادة للمرأة الحامل قرب ولادة شراء السجادة للمرأة الحامل هذه الرؤية تدل على ان مولودها سيكون بصحة جيدة ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية السجاد بالعدد الكبير او الكثير بالنسبة للبنت العزباء تخيلوا تحقيق امنية طال انتظارها بل ربما تكون يعني امنية يائسة من تحقيقها سوف تتحقق لها ان شاء الله تبارك وتعالى الصلاة على السجادة للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على الحظ الجيد والاخبار والمناسبات السعيدة المفرحة السجاد النظيف للبنت العزباء تفوق ونجاح ورزق ومال بل هذه الرؤية تبشر البنت العزباء بالزواج ان شاء الله تبارك وتعالى ذكرت السجادة الخضراء للمرأة المتزوجة كثرة اموال شراء السجادة تحقيق امنية للرجل السجادة الخضراء للرجل استقرار اسري وربما تدل هذه الرؤية على ان زوجته مطيع جدا بل وصاحبة خلق السجادة الخضراء للرجل المتزوج المشي على السجادة للرجل المتزوج ان لم يكن يعمل وظيفة او فتح فرصة عمل جديدة او باب رزق سوف يفتح له طب اذا كان يعمل ترقية في المناصب ان شاء الله تبارك تبارك وتعالى تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة